كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن موعد إطلاق أول قمر صناعي بحريني إماراتي مشترك ضوء واحد من المحطة الدولية إلى مداره لبدء تشغيله سيكون بمشيئة الله ظهر غد الخميز وأكد العسيري أن بدء المرحلة الثانية من إطلاق ضوء واحد وهو أول قمر صناعي بحريني إماراتية نتيجة للتعاون بين البلدين الشقيقين وترجمة لرؤية جلالة الملك المفدى ودعم الحكومة الموقرة برأسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في علوم الفضاء وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إن هذا الحدث الكبير سيتم بثه بشكل مباشر عبر تلفزيون البحرين بالتعاون والتنسيق بين كل من محطة الفضاء الدولية ومحطة الفضاء اليابانية والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حيث ستعطي مهندسة الفضاء عائشة الحرم إشارة الإطلاق بعد التأكد من جهزية القمر الصناعي للإنطلاق لمداره وأوضح الدكتور العسيري أن القمر الصناعي ضوء واحد سيبدأ تشغيله بعد حوالي خمس ساعات من إطلاقه وبعد استلام إشارة من القمر من المحطة الأرضية ومن ثم سيحتاج إلى ثلاثين يوما تقريبا لإجراء القياسات التجريبية من خلال الأوامر التي سترسل له من المحطة الأرضية وقياس مدى تجاوبه معها ومن ثم بدء العمل على قياس أشعة جامة والتي تعتبر مهمة القمر الصناعي الرئيسة وكان ضوء واحد قد أطلق في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي حيث بلغت نسبة عمل فريق البحرين للفضاء في تنفيذ المشروع خمسة وسبعين بالمئة وسيمثل القمر إضافة هامة لقطاع الطيران وتعزيز البحث العلمي اشتركوا في القناة